اجماع دولي ويقليمي على الحل السياسي للأزمة اليمنية كطريق لإنهاء الكارثة الإنسانية الأمم المتحدة التي احتضنت لقاء لأمينها العام بولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكدت على همية إنهاء الصراع في اليمن كسبيل وحيد لحل الأزمة الإنسانية وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقش مع ولي العهد السعودي المساعر رامية للتوصل إلى تسوية سياسية يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه التسوية لا بد أن يسبقها تفاوض يمني يمني وقال الأمين العام في بيان له صدر الثلاثاء الماضي عقب اللقاء الثنائي إن على جميع الأطراف في اليمن الوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين خصوصا ضمان الوصول الإنساني لجميع أنحاء اليمن طالب البيان الأممي بضرورة يبقاء جميع الموانئ مفتوحة أمام السلع والمواد الإنسانية والتجارية لضمان وصول المساعدات الإنسانية واللغاثية وصولا لتخفيف معاناة الملايين من اليمنيين كانت السعودية قد تعهدت بتقديم تسعمية وثلاثين مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن لكن الأمم المتحدة صرحت في بيانها الأخير بوجود فجوة في التمويل تقدر بملياري دولار تعاني الأزمة الإنسانية في اليمن من فجوة كبيرة بين التمويل من جهة وتنفيذ خطة الإسجابة الإنسانية من جهة أخرى الخطة الأممية التي وضعت لتفادي أزمة إنسانية خلفت وفق إحصائيات الأمم المتحدة مليوني نازح وأكثر من 22 مليون يمني في قائمة انتظار الإغاثة الإنسانية وتوفير الحماية